قال الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرأيت يعني هل علم تأس تبط شويقي انت عايز تعرف مين هو اللي بيكذب بيوم الدين أرأيت الذي يكذب بالدين الدين اللي هو إيه يوم القيامة يوم الحساب يوم المعاد اللي يكذب بالآخرة يبقى ما بعد الآية دية هي صفات الذين يكذبون باليوم الآخر منهم أرأيت الذي يكذب بالدين أول واحد قال فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم يدعو يعني يقهر يقهر اليتيم يقص على اليتيم ده من المكذبين بيوم الدين من هو اليتيم يعني أنا أبو يميت ينفع يطلق علي يتيم هو لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام يعني الولد الصغير يفضل اسمه يتيم لغاية ما يصل لسن البلوغ ماذا موصل لسن البلوغ ما بقاش اسمه يتيم فاليتيم هو ما دون سن البلوغ أول صفة من المكذبين بيوم الدين ويوم القيامة قال فذلك الذي يدعو اليتيم يقهر اليتيم يقص على اليتيم ممكن يكون قهر اليتيم بالضرب ممكن يكون قهر اليتيم بالشتم ممكن يكون قهر اليتيم من حرمان من مراس من أبيه كل دية صور لقهر اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الصفة الثانية بقى لا يحض على طعام المسكين يعني لا يحس على طعام الفقراء المسكين اللي هو الفئير بس يا ترى ايه الفرع؟ هل في فرع ما بين المسكين والفئير ولا المسكين هو الفئير؟ ما فيه آية تانية في القرآن تقولك ايه؟ إنما الصدقاته للفقراء والمساكين يعني فيه تفريق هوت يعني فيه فرق ما بين الفخير وفيه فرق ما بين المسكين العلماء قالك دون لفظين إذا اجتمع تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا يعني لو لقيت لفظ واحد بس في الآية كده فذلك الذي يدعو اليتيم قال اليتيم بس المقصود هنا باليتيم اللي هو اليتيم والفئير أما لما يجتمعوا إنما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى فيه فرق في المعنى ايه الفرق؟ قالك المسكين هو الذي يعيش بالكاد يعني هو عنده غوط يومه بس قليل ماشي بالعافية سيد الوقت في زمنا واحد شغال ومرتبه تلاتة أربعة تلاف جنيه بيعمل ايه؟ ماشي الشهر بالعافية بيكمل الشهر سلف ده اسمه ايه؟ مسكين يعني كتير من الموظفين مسكين أما الفقير هو الذي لا يملك قوت اليوم يعني حتى الثلاثة أربعة تلاف جنيه هم ماش موجودين ده عند الفئير يبقى الفئير أشد حاجة من المسكين الصفة الثانية من صفات المكذبين بيوم الدين فذلك الذي يدعو اليتيم الثانية ولا يحض على طعام المسكين لا هو بيطعم المسكين ولا هو بيراع المسكين ولا هو حتى بيطرخ غيره لرعاية المساكين لا يحض لا يحس على طعام المسكين الثالثة قال فويل للمصلين الويل ده وعيد من الله تبارك وتعالى الويل قيل هو إيه قيل هو واد في جهنم وبعض المفسرين قال لك ده الويل ده وتسجني في جهنم لمين للمصلين لا مشا نوقف على كلمة المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني عن صلاتهم ساهون يعني يأخر صلاة الظهر ويروح عليه لغاية ما يأزن العصر يأخر صلاة العصر لغاية ما يأزن المغرب يأخر صلاة المغرب لغاية ما يأزن العشاء ساهي لاهي غافل عن الصلاة ده الويل المين طب يصلي بس متقطع توعد الله عز وجل بالويل والهلاك والعزاب أموالي اللي ما بيصليش خالص اللي ما بيصليش خالص ده كافر بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيني وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر يبقى تخلي بالك الويل لمن يؤخر الصلاة عن وقتها لمن يجمع الصلاة مع أختها ده من المكذبين بيوم الدين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يعني بيصلي أو بيحج أو بيزكي لكنه لا يبتغي بذلك وجه الله دي صفة من صفته المنافقين يقول لك وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا خليلا الويل لهم برضو الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون لأن الله عز وجل يقول في الحديث الخدسي أنا أغنى الشرقاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي غيري احتركته وشركه يبقى ما ينفعش أبد الذي بيكون عملك خالص لله تبارك وتعالى الذين هم يراؤون ويمنعون المعون يعني إيه المعون شوف حضرتك لما زوجتك في البيت بتقول لك أن راح أخسر المواعين أهل المواعين دي تجمع إيه؟ معون يبقى المعون كما قال بعض المفسرين هو أدوات البيت زي الطبق والحلة والطاصة وما شابه ذلك حاجات اسمها تسمى عارية مستعارة بعض الفقهاء قال لك المعون دوت اللي هو المية بعض الفقهاء قال المفسرين يعني قال المعون هو الزكاة سواء منع الزكاة ده متوعد من الله تبارك وتعالى الذي يمنع الماء لأنه خلي بالك الناس شركاء في الماء لازم كلنا نشرب واخد بالك دوت من المكذبين بيوميين حتى العارية العارية دي يعني لو إن حضيطك جارك اتزنق وقال لك أنا عايز مفك أو بنسى أو مفتاح أصلح بحاجة لو عندك ما تمنعوش عشان ما تدخلش في الأيادية لو جارك احتاج منك ساعات الأكل ووقف على شوية ملح مش عارف يجيبهم لو عايز شوية ملح الدهم له ما تمنعوش لأن ده مجتمعنا المسلم قائم على التكافر والتعاون أنا عايز أقول لك